اشتركوا في القناة هي إطلاق العيارات النارية الذي جرى أنه كان أحد الأفراح وكان هناك إطلاق نار فأدى إلى صابة العريس نسأل الله له الرحمة حينما أصيب أدخل طبعا على وجه السرعة كان في منطقة قريبة إلى مستشفى الموصل العام في حي العامل أو المناطق القريبة من ذلك المكان وأرسل إلى مستشفى الموصل العام طبعا تم إجراء اللازم بالسرعة الممكنة إجراء الإسعافات الأولية لهذه الحالة وتم إرساله أنت تعلم كانت الإصابة في الرأس الإطلاق الناري كان في الرأس فأرسل إلى مستشفى ابن سينة كون وجود جراحة الجملة العصبية وتوفاه الله هناك نسأل الله له الرحمة ونتمنى على مواطنينا وعلى ناسنا أن يبتعدون عن هذه العادة السيئة التي هي إطلاق الإعارات النارية خاصة في الأفراح وفي كثير من المناسبات هذه العادة ممكن أن تؤذي الناس ممكن أن تؤدي إلى إصابات والدليل ما جرى في عرس هذا الرجل الذي توفاه الله طبعا هذه الحالات هي فعل مشترك يجب أن يشترك فيه الأجهزة الأمنية لمنعه وكذلك الأجهزة المجتمعية والمنظمات المجتمعية وحتى مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك الكتاب والمثقفين في هذه المحافظة لكي يبينوا للناس سوء هذه العادة وسوء إطلاق العيارات النارية وتأثيراتها على المجتمع والناس هذا هو من الأمور التي تؤذينا وتؤذي هذا المجتمع وتؤذي الفرحة في نفوس أبناء مدينتنا كانت الإطلاق في الرأس وأجري اللازم لأن الإصابات التي في الرأس لا يمكن أن تبقى في مستشفىنا وتحال إلى مستشفى فيها جراحة جملة عصبية ومستشفى ابن سيناء فتم إحالته على وجه السرعة ولكن قدر الله ما شاء فعل ترجمة نانسي قنقر